زيزو سيبلع سيجمال الوحدة كده فقرة الوحدة زيزو مستوى مدهش مستوى مبهر ما تقدرش يعني ما فيش اتنين هيضروا يختلفوا انه افضل لعفه مصر دلوقتي يعني ما فيه صعب تختلف ازاي يوصل للمرحلة دي يا حمد سيد زيزو ازاي بقى بالتواهج ده والنضج ده كمان عشان النضج التكتيكي والفن في الملعب يعني كان عنده بعض المميزات الرائعة دلوقتي تقريبا بقى عنده شبه يعني كل المميزات زيزو فيه حاجتين هو طبعا بيشتغل على نفسه وطور نفسه هو كان محترف من هو عنده عشر سنين في ودي ديجلة وراح بلجيكا وراح البرتغال ولف لفة كده فالتربية بتاعته في وجود والده ودي نقطة مهمة جدا لان انا قعدت مع والده اكتر من مرة والده كان لعيب كورة ورجل جميل جدا ومحترب هو اللي بيشتغل عليه على طول وهو طبعا زيزو والده ومسلا للأعلى فبيسمع كلامه فدي جزئية ان هو على طول شغال معاه يطور اداءه حتى بدايته مع مستر جروس ودي نقطة مهمة جدا امير لما عرضوا علي في فيديو قال لي العيب ده كويس وتجينا وكده فبسط شفته تلقى كويس جدا كنت بحسبه اجنبي هو عشقره فقال لي ده اداء مصري وفي القوضة اللي جمبي كانت في القوضة اللي جمبينا انا معرفش يعني هو والله هو والده ومضى العقد وابتدى يشتغل حتى في اول تمرينة طبعا هو مستر جروس قال ان هو مش محتاجه مش محتاج اضافاته مش محتاج زيزه اه مش محتاج مش محتاج يعني مش عايز لعيبة لازم انا اللي جيبها يعني فقالنا له ده مشروع بالنسبة للنادي والد صغير انا جروس في الاول كان رفضه مش رفضه عشان لعيبه بسيق لفضه عشان هو مش عايز لعيبة جديدة مش عايز لعيبة وبتاع فاتمرن ما كانش بلعب في الاول في الاول ودي نقطة برضه في شخصيات دي ده هو عنده شخصية يعني متربي صلب هو طبعا من المينيا السعيد اي زي حالتنا يا دع راجل طبعا طبعا رجولة بقى فما اصرش علي فما اصرش علي عشان ليه علاقة بالسعيد طبعا فما اصرش علي اللي هو عنده يبقى بره او بره التمنتاشر لا كان بيتمرن وبنره كويس جدا قعد فترة فعلا ما بيلعبش اه فترة كبيرة وده ما زهقوش ودي برضه قدت له صلابة في شخصيته لما ابتدى يلعب ابتدى مستوية تطور يلعب بالتاكتك اللي بيقوله الهيد كوتش الأول ويخرج منه في كل مباراة زيادة عن التاكتك ده حاجة بسيطة يعني الاول زيزو ما كانش بيروحك جول كان الفينشين بتاعه مش زي دلوقتي الاوفر بتاعه مش مظل كل يوم زيزو بيطور نفسه بيشتغل 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 التمرين حتى لما بيبقى التمرين خلص في بعض الفترات بيشتغل لوحده يعني في حاجات يعمل كروسات ويعمل اوفرات يعني واخد الموضوع شغل زائد ان هو هوية هو بيحبها بقت احتراف بالنسباله فحياته الشخصية لو شفته شخصي كده تقول ان هو هيوصل للمكانة دي موسيقى